حولت الرسمة الشاب مايا زنقول 25 عاماً المشاكل اللبنانية والمظاهر السلبية إلى رسوم كاريكاتورية هزلية بداية كانت تحملها على مدوناتها الخاصة إلى أن قررت أن تجمعها في كتاب أمل جام الذي أصدرت منه أخيراً الجزء الثاني أمل جام كلمة معناتها مزيج وأول ما بلشت البلوغ كان الفكرة أنه هو مزيج من رسماتي من أفكاري وأمل جام مجموعة قصص قصيرة تكون عادة بطلتها مايا نفسها تستعرض فيها ما تواجهه في يومياتها بأسلوب سخر المرأة أكثر من بس جسد أو هيك يعني مش حلو يستعملوها لحتى يزيدوا المبيعات فعملت قصة أنه رح يصير فيه ريتنج مثل الموفيز كيف يقولوليك هيدا الفيم لبعد الـ 18 كل منطقة رح يكون إلى ريتنج حسب المستوى الدعاية اللي محتطين على الطريق فيها تكوني عم تعملي داونلود وبيكون وصل لتسعة وتسعين بالمية وبتنطع الكهرباء وبيروح للإنترنت تجاعد برشي كله من الأول تكوني مموطوطة أنه رح يخلص راح الداونلود بانر راح نعيده بيصير عنديك ديبريشن أنت وناطرا اليوتيوب فيديو تعمل لود تعادي ناطرا ناطرا ساعة ساعتين بيكون طوله خمس دقائق يعني الفيديو أكتر الأفكار تجيني أنا على الآلب العجقة بس مرة كانت جايب دونلودس على البيت وكان في كتير عجقة فكانت جايب هيك علبة للعائلة ومن وقت ما تركت إلى وقت ما وصلت قد ما زهقت على الطريق من العجقة أكلته لم تكتفي معي بالمشاهد التي تستوقفها يوميا بل حولت القصص الخرافية إلى رسوم ساخرة تتماشى والمجتمع اللبناني واحدة من القصص هي قصة ليلة بتروح ليلة عند ستة بتكون اخطت لحالو وبس توصل لعندها ما بتعرفها بتلها أن تيتها ليش فيه فيك هالقد كبار ليه من خارك هالقد صغير وفيه قصة سندرالا سميتها سندورا بتكون صهرانة والساعة 12 بتنطع الكهرباء فبتبطل أشعة قد ما بتتفركها شو بتفلط منها لسكربينة بيجي شاب صاحبها بيلاقيها وبيعطيها إياها وتعمل مايا حاليا على تحويل رسوماتها إلى رسوم متحركة تتناول فيها المواضيع التي علجتها في كتابيها الذين مولت طبعتهما بنفسها بعد أن ترددت بعض دور النشر في تبني المشروع إذ أن الفكرة كانت جديدة وغريبة عن الثقافة اللبنانية وها هو جزء الثاني من كتابها أمال جام يترجم إلى اللغة الإيطالية وسيتم حفل التوقيع في إيطاليا الشهر المقبل نسرين حطوم العربية بيروت